نختم الحلقة الشيخ عبد الله بشيء من جمال شعره لعله تختارنا قصيدة مما كتبها الشيخ محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي رحمه الله لا شك إنه الشيخ محمد بن راشد الخصيبي يعني كما قلنا هو أديب وألف عن الأدباء وله شعر جميل متنوع الأغراض ومن أبرز أشعاره قصيدته الوطنية السمائلية بعنوان التذكار الوطني فهو مقيم في العاصمة ويتذكر بلده سمائل ويحن عليها وكان يأتي إليها في الصيف وكنا نزوره يعني في الصيف وفي الأعياد يأتي إلى سمائل في الوقت الشتاء يكون في العاصمة يقول في مطلعها برق سرى متألقا فشجاني إذ لاح لي بمعاهد الأوطان ذكرتني يا برق ربعا قد نأت بهم الديار وعهد أنس هاني فلئن سقى تلك المعاهد والربا فانهل عارضه ملثا هاطلا وانهل عارض دمعي الهتاني فلئن سقى تلك المعاهد والربا فلقد سقى دمعي فضى أعطاني وإذا بدى لمعانه متوقدا في ناظري توقدت أشجاني يا برق قد حركت مني ساكنا حتى بدى ما كان في الكتماني ذكرتني يا برق ربعا قد نأت بهم الديار وعهد أنس هاني كنت الظنين بما بقلبي من جوى حتى لمعت فما ملكت عناني كنت الشحيح بدمع عيني أن يرى فجرى على الخدين أحمر قاني يا برق حي بكل منهل الحياة وادي سمائل فهي عين عماني يا برق حي بكل منهل الحياة مطر وادي سمائل فهي عين عماني وسق الربوع بماء مزنك منطرا تلك المنازل وسق كل مكاني وأفض عليها من شآبيب الندى حتى تسيل مسائل الغدران وتفيض بالماء النمير جداول تجري خلال حدائق وجنان فكأنها بردا يعانق روضه أو نيل مصر يثج في الغيطان يشبه بردا نهر الشام والنيل وكأنما تلك الرياض زبرجد قد نمنمته شقائق النعمان وكأن هينمة النسيم خلالها وتر يرقق نغمة الألحان لله من إخوان صدق كمل فارقتهم من تلكم الأوطان ثم بدأ بذكر العلماء وذكر الشيخ حمد بن عبيد في المقدمة كأبي عبيد ذي المحامد والعلا وفتاق ميل العليم الثاني قال بحران في علم وإصليتان في حكم وأما في الدقى قمران وصف بديع بحران في علم وإصليتان في حكم وأما في الدقى قمران ثم ذكر كثير من المواطن في سمائل وكثير منه وكأنه يمر السمائل لأعلام لنقصها إلى أقصها نعم ذكر شيخه اليوسفي واليوسفي فلست أنسى ذكره في النحو أضحى سيبويه الثاني قد لازم التدريس فيه جاهدا وله على صيت بكل مكان وأيضا كذلك لما جاء إلى سحرة وهي مقر الإمام الخليلي رحمة الله عليه وإذا ذكرت مآثرا ومعاهدا بربوع سحرة ذبت من وجداني فهناك أنوار الإمامة أشرقت عن خالص الإيمان والإيقان بدر هناك بدى فتم كماله بحر طمى بالعلم والعرفان سلطان عدل بالسوية حاكم وإمام حق صاطع البرهان ذاك الإمام أبو خليل نجل عبد الله ذو الإفضال والإحسان زهرت به الأيام واتضحت به سبل السلام ونار قطر عمان وبعد ذلك أيضا ذكر خال الإمام خلفاء بن ناصر السعدي فهو أديب وله مجلس أدبي يقول ومجالس شرقية سحرة شيدت لجديرة بالذكر والتبيان قد زانها بجماله وكماله من سعد طي ذو ندا هتان شيخ خلفاء بن ناصر السعدي خال الإمام تتلى به الأسفار من أدب ومن شعر تكاد تغص بالأعيان فهو الأديب هو الضريف تضلعت أخلاقه بمحاسن العرفان لله درك يا سلالة ناصر خلفان ذا المعروف والإحسان ثم أتى إلى ذكر أمير البيان شيخ عبد الله بن عبد الخليل ويطيب ذكر دغال مع سبحية لمسامعي ويلذ في أذهاني فهناك مفضال أديب كامل ورئيس قوم بل رئيس بياني أعني سليل علي المقدام عبد الله أكرم بالعلي الشان نجل الأئمة من خليل من غدا تكبو له الشعراء في الميدان أبدى لنا سر البلاغة معلنا سحر البيان بشعره الرنان وأشع أنوار السلوك بنظمه لله من وحي له نوران كم ضمنا للأنس مجلس قصره فاهتز من طرب كغصن البان ثم استمر يعني في ذكر الأماكن وفي ذكر العلماء وفي ذكر الفضلاء وذكر الودباء نذكر خطام قصيدة خطام نعم كيف خطب القصيدة يقول كم طارحتني الأنس في تراعاتها كم طارحتني كم طارحتني الأنس في تراعاتها من فتية بيض الوجوه حساني ولكم تنازعنا كؤوس البشر عن أدب وحسن شمائل وبياني تيهي سمائل وافخري فلا أنت في عز وفي شرف بكل زماني تيهي سمائل وامرحي طربا بما أوتيت من فضل ومن رجحاني يا نازحا عنها يحن تشوقا يقصد نفسه يا نازحا عنها يحن تشوقا وهو الخبير بما لها من شاني رتل على سمعي سطور عهودها لحياتها في سالف الأزمان واسجع بأسماء الربوع ونادها بصفاتها فلقد صغت آذاني أو ما هي الوطن العزيز وحبه حق علي يعد من إيماني نحب الوطن من الإيمان مني التحية والسلام عليهم برق سرى متألقا فشجعني لو لم يقل في سمائل هل قصيدة كفا نعم قصيدة حقيقة غراء وانا أردتها في الكتاب الآن الذي يطبع عن سمائل وذكرت ست عشرة قصيدة قيلت في سمائل وخصصت لها قسم في الكتاب هذه من أجملها نعم جميلة جدا